بسم الله الرحمن الرحيم يسر موكا أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة قال ابن القيم رحمه الله فصل في أنه لا يلزم من القيام بالجزء التسمية بالكل هنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنة وإن كان ما قام به إيمانا الموضوع ده هو نفس اللي احنا قلنا فيه قبل كده على حالين في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في نوع منه حابط مع وجود شرك أكبر فمش هيسمى مؤمنا أي ويكونوا كافرا وفي نوع منه هيمنع من تسمية مؤمنا لالتباسه بكبيرة أو بشرك أصغر بس لا يجول عنه أصل الإيمان المرائي إذا كان بيرائي بلا إله إلا الله ماش مؤمن والمرائي اللي بيرائي بالصلاة ليس بمؤمن ولكن لا يلزم أن يكون كافرا طالما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي الصلاة أم يصلي عشان أتحرمك هو ده مش ممكن يحصل بيقول لا إله إلا الله من قلبه فعلا من الناس اللي في الشرع دي وبيصليش طب يصليش ماشي وبعدين جيه مع ناس دقون وملتزمين وبياكلوا على بعض قالوا ما تقوم تصلي قال حاضر أم صلى هو في نيته ما أمشي إلا إيه إلا رياءا للناس دول إحراجا منهم لكن هو في لا إله إلا الله بيقولها إيه خالصا من قلبه عايز لا إله إلا الله عشان هو مسلم بس هو مكسر عن الصلاة وما أمشي يصلي المراد إلا لما هم زنقوا تمشي ولا مجيش قال ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرة وإن كان ما قام به كفرا ده إيه بقى في نوعين نوع كفر دون كفر ما يلزمش أن يسمى إيه كافرا لقد يمنع من ذلك إن عنده من الإيمان ما يمنع اللي قام به كفر ولا يسمى كافرا الكفر ونوع تاني أنه قام به شعبة من شعب الكفر الأكبر لكن منع من تكفيره مانع مثل كونه قال ذلك أو فعله خطأا أو نسيانا أو إكراها أو إيه أو جهلا كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به بالشخص يعني أن يسمى عالمة ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفرا وقد يطلق عليه الفعل كقوله من تركها فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد كفر وقوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر كلها عديل صحيح فمن صدر منه خلى من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق وكذا على الإطلاق يعني مش في كل الحالات زي ما قلنا في حالة يبقى إمتى يبقى إيبقى زيكو كفر أكبر واستوفى شعبة الموانا يبقى عن سميه إيه كافر إذا كان كفر أصغر أو لم يستوفر شعبة الموانا يبقى الفعلة كفر ولا يلزم أن يكون أيه الرجل كافرا أو الشخص كافرا وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وإن فسق وإنه فسق بذلك المحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه وهكذا الزاني والسارخ والشارب والمنتحب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان كما أنه لا يسمى كافرا دي مش منزلة من منزلتين لا ده هو مؤمن ناقص الإيمان أو ليس بمؤمن الإيمان الواجب قال وكما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه إذ المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان والمقصود أن سلب الإيمان من تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر أو متفقون على ذلك بس المشكلة أن أنت بتسلبه وتريد أن تجعله كافرا خارجا من الملة إحنا متفقين أن نسميه كافر عشان الرسول تعالى وترك الصلاة وتكرر منه ذلك ووظف على الترج هنسميه كافر ولكن كفر دون إيه كفر كأن من القيم في الحقيقة رايح دي في النساء متردد فيه قال وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده مفهوم المخالفة بتاع المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم بس في الحقيقة لازم أوضح ليس بمسلم الإسلام الواجب عليه الإسلام الحقيقي الإسلام حقا إن ربنا قال أولئك ونؤنون حقا ففي حاجة اسمها الإيمان حقا وفي الإسلام حقا أيضا وإلا فليس بمسلم لو أطلقتها إيه لإطلاق الاستعمال الأغلب بتاعه إيه كافر عشان كده بقول لابد أن يقيد في هذه الحالة بالإسلام الكامل فيكون المعنى المسلم كامل الإسلام من سلم المسلمون من لسان يوادي كامل الإسلام استعملت لأن الإسلام يكمل ويزيد وينقص لأنه إذا كان الإيمان وهو باطن وظاهر فيه زيادة ونقصان فالظاهر فيه زيادة ونقصان قال فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنة وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان نحن نقول إن معه أعظم الشعب لا إله إلا الله فهو يسمى مسلما لكن إسلامه ناقص ومدخول وعلى خطر يقول بعد كده نعم يبقى أن يقال فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار هو دموطن النزاع يقال ينفعه إن لم يكن المترك شرطا في صحة الباقي واعتباره وإن كان المترك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه ولهذا لم ينفع الإيمان من الله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة إلا أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليس معه إيه توحيد ولا إيمان بالله لأن من الإيمان بالله تصديقه الله صح وإلا فمن كذب الله قد قال عز وجل محمد رسول الله اللي كذب ربنا يبقى مؤمن بربنا يبقى موحد اللي أطاع الشيطان في الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى إيه عبد للشيطان يبقى عبد الشيطان يبقى عبد الطاوت يقول ولا تنفع الصلاة من صلىها عمدا بغير وضوء فشعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك المتفق عليه في الجزء إيه هو المتفق عليه في هل ينفعه ما معه من الإيمان نقول إن لا في حد ما يكون في النار ينفعه إن لم يكن متوق شرطا في صحة الباقي إيه الشرط في صحة كل شيء من الأعمال بالاتفاق لا إله إلا الله محمد رسول الله مش كده لا إله إلا الله شرط باتفاق إذا لم يأتي لها لم ينفعه إيه عمل ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأيحبطن عمل ولا تكن من قسرين فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان هذا سر المسألة يقول الأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة صح من ترك صلاة العصر فقد حبط عملوا فاللي سايب الخمس صلوات يبقى أيه الكلام هنا على حبوط لا إله إلا الله أما الأعمال فنتفق على ذلك يعني صام رمضان ومصليش صام رمضان ومصليش ملوش ثواب ملوش ثواب وصومه لا يقبل ولكن هل يؤمر بالقضاء لا ماشي كده ماشي شكبون نعم من أعمال نحن نريد الأدلة التي تدل على أنها تنقض ما هو أكبر من الصلاة إلا أكبر من الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله والأدلة الصحيحة حقا على أن جميع الأعمال محبطة وباطلة إذا ترك الصلاة لكن لا يؤمر بإعادتها إعادة الأعمال بل لا ثواب له فيها لكن الأدلة كلها منصبة على لا إله إلا الله فهي التي تبقى حتى ولو لم يبقى معه شيء من العمل عشان كده ابن القيم مال إلى ترجيح أن الصلاة شرط لصحة الإيمان وهذا القول بيقول الأدلة اللي جبناها تدل على ذلك الأدلة كلها لا تدل على ذلك دلالة صريحة وقد ذكرنا ندودا على كل ما استدل به قال فهي مفتاح ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بلا رأس مال فإذا خسرها خسر أعماله كلها وإن أتى بها صورة وقد أشار إلى هذا في قوله فإن ضياعها فهو لما سواها أضيع وفي قوله إن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا نقول هذا في الحقيقة آب المستكبر هذا في الحقيقة آب المستكبر وليس كفره من أجل ترك الصلاة بل لإناديه واستجباره لكن المسألة دي فيها خناف أو فيها خناف طبعا ثم إنها خلاف الشفعية والمالكية وطائفة كبيرة من الحناغ اللي هو يتقتل يتقتل حدا لا ردة إحنا بنرجح إن اللي حيقول اقتلوني ومش مصلي يبقى آبي ومعاند ومستكبر ده الراجح لكن المسألة فيها خلاف آه فيها خلاف لكن الحقيقة إن الترك المجرد ليس فيه ذلك وإن الأمر ده عبر الزمان لا يُعلم أنه قد وقع أصمت ماشي كده إن فيه واحد قالول وصلي وإلا هنقتلك وبعدين قال منش مصلي وقتلوني لكن المسألة مفترضة نظريا كون فيها أخلاق كون الشفعي بيقول كده آه بيقول كده قطعا ده لا شك في ذلك شفعية ومنافقة والمهم مالك بيقولوا كده آه كلهم بيقولوا كده بيقولوا لو يتقتل يتقتل حدا ويورث ويوصل عليه ويدفع المخاول المسلمين وابن القيم اللي قال الكلام ده وانت نسيته وما انت بيصير كده مستغرب احنا مش قالينا مع بعض الكلام ده من اللي قال بيه من اللي قيله طيب ماشي الكلام ده اللي قالوا الأئمة ابن القيم نفسه ابن تيمية نفسه اللي قيله في شرح العم كلهم قيلين الكلام ده طيب طيب ماشي يقول ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين بنقول ان هذا قول من القوال الأئمة قال السنة وهو من قيم اللي ذكره قبل ذلك ف ها الرواية لا اللي بيقوله هو مسلم رواية وبعضهم يقولوا انه مؤمن كامل الايمان ايمانه كايمان جبريل وميكايد صراحة يعني بنقول من غير المناسب ان يذكر القولان مع بعضهما الاول اللي بيقول ده مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه قوله مالك والشفاية ورواي عن احمد والثاني قول المرجئ ما انت جمع ليش اتنين مع بعض خطأ من قائله ان يسوي عشان تنفر من القول ده ثم تخط عليه القول التاني لا لا كلام ده غلط قال فلا يستحيى من هذا من هذا قوله من انكاله تكفير من شهد بكفريه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والله موفي قلنا كذا مرة ان اتفاق الصحابة على الايه على التسمية ثم ان تلك الصلاة مش كلهم من اللي بيعرضوا على الايه على السيف بل عايز اقول انه لم يعرف من قتل على ترك الصلاة واصر على ذلك حتى نقول ان كل تاريخ الصلاة بهذه الطريقة بل المذهب عند الحنبلة كما ذكرنا هو ايه انه لا يكفر الا في الحالة التي يجب قتله فيها وهو ان يدعوه الامام الى الصلاة فيأباه فمعلش الخلط بين القولين خطأ الخلط بين الحالين خطأ ان واحد سايل الصلاة عشان محدش قال له وصلي وبين واحد عرض على الايه على السيف مع ان اللي عرض على السيف في قولين للعلماء والاهل السنة اه وليس ان ده قول مرجئة ده كلام غلط لو قالوا ابن القيم بقول خلطان لان محدش اتهم مالك والشافية ابدا بالارجال ولو قالوا ابن تامية بقول ابن تامية اللي خلطان لان لن يكون هو عند اهل السنة عموما لمنزلة مالك والشافية فضلا على اللواية الاخرى عن احمد اللي ابن بطة بيقول هي المذهب انه يقتل ايه حدا لا ردة فلما يجي وهو لنقلها فما ينفعش يتقال ده قول مرجئة لا لا قطعا تهمة هذا القول يعني عدم الاعتراف بالخلاف في هذه المسألة اولا انها بقول لا هم بيثبتوا الخلاف فيها اكثر لكن عدم الاعتراف بالخلاف السائر في هذه المسألة بدعة ودي المشكلة الاساسية اللي بيننا وبين كثير من السروريين اللي بيجعلوا هذه المسألة مسألة التبديع يبدع المخالف اقول له لا اقبل منك امدا ان تبدع مالكا والشفعي واحمد في رواية بل ولا تبدع ابو حنيفة في هذه المسألة ولا في غيرها ايضا لان ابو حنيفة لم يثبت عليه بضعة ضلالة مع امامته في الدين ف ابعد وابعد من يقول اللي خالفي بكافر اللي ما يكفرش تارك الصلاة بكافر دول بقى دول اهل اللي بيضع ضلالة بابعد ما يقول فصل في سياق اقوال العلماء واتبعينهم بعدهم في كفر تارك الصلاة ومن حكى الاجماع على ذلك او ده انصاف من حكى الاجماع انه في الحقيقة الاجماع على التسمية وليس الاجماع عليه على الحقيقة قال محمد النصر بسنده عن ايوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وحكى محمد النصر عن ابن مبارك قال من اخر صلاة حتى يفوت وقتها متعمدا من غير عذر فقد كفر قال عبدالله من قال اني لا اصلي المكتوبة اليوم فهو اكفر من حمار وصراحة الحمار مش كفر قال ايها بن معين بس اعايز اشتبه قال ايها بن معين قيل نحن ما يقول هؤلاء من ترك الصلاة متعمدا من غير علة حتى ادخل وقتا في وقت فهو كافر كلام صحيح وحسن الاجماع على التسمية لكن الخلاف في الحقيقة هل هو كافر كفرا على الملة ولا كافر كفرا ايه دون كفر لا ويسمى كافر ايضا